قبل ما أدخل يعني أتكلم عن النتائج العملية أو البركات بركات القداسة إحنا في عنا أمثلة في الكتاب المقدس عن أهمية وخطورة في نفس الوقت خطورة هذا الموضوع يعني واحد من يعتبر من أعظم رجال الله في العهد القديم اللي هو موسى لما ضرب الصخرة وكان كلام الرب لموسى لأنكم لم تقدساني أمام أعين الشعب فالموضوع يعني في غاية الجدية القداسة أفكر نفسي والمشاهدين أن القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب لكن أرجو أن أحبائنا المشاهدين وإحنا بنتكلم ما يفتكرش أن ده موضوع يعني أنتوا بتعجزونا وده موضوع يعني الواحد يعني يحاول كده وربنا يسترها ما ألز القداسة ما ألز القداسة فعندما نقترب من الرب يعني ذكرت حلو ذكرتني بآية يعني منزجد للرب في زينة مقدسة في جمال يعني القداسة فيها روعة فيها جمال صحيح صحيح القداسة هي استمتاع بالجمال الإلهي الخطية هي القبح الشيطاني البشري القداسة هي الجمال الإلهي ولكن يعني أنا ليش بشدد على الموضوع لأنه فيه تسيب وفيه تساهل نعم في هذا الموضوع في الكولتشر تبعنا في الشرق الأوسط يعني عارف فيه خطية صغيرة وفيه خطية مميتة وفيه الفحشاء وفيه الكبائر وفيه الصغائر وكله وكأنه الله بيرضى عن بعض الخطايا أو بعض الأمور تعملها في تحقيق أمور أخرى ولكن عاوزين إذا أدركنا طبيعة الله أنه الله نار آكلة إله غيور إله قدوس يعني لا يدنع شر منه عيناء أطهر مثل ما ذكرت الآية وهذا الإله اللي إحنا بنتكلم عنه هو الإله الغير محدود وهذا الإله هو خارج حدود الزمن أو نطاق الزمن فخطيتنا أو تساهلنا مع الخطية هو ضد الإله الغير محدود القدوس القدوس وهذه صفة يعني خطيرة وكبيرة جدا والشيء الثاني اللي عاوز أقول أنه دايما القدسة يعني دايما بيوصفها بتوازن مع الصفات الأخرى صحيح مثل المحبة في توازن في الصفات الإلهية لكي تعكس هذه القدسة رسول يحنى رسول المحبة يا أخ نزار يتكلم عن طبيعاتي الله في الرسالة بتاعته الله محبة والله نور الله نور والله محبة ولا يمكن أن الصفة من صفات الله تعلو أو تقل عن الصفة الأخرى كمان أن قداسة الله في العهد الجديد البعض بيفتكر دا كان في العهد الأديم الله قدوس ونرأة كلا دا في العهد الأديم وفي العهد الجديد هو بس الإله الكيوت إله بتاع المحبة إله بتاع النعمة يا أخي بلاش تعقدوا الناس من ربنا يعني دا إله كل نعمة يعني إله كل نعمة هل مستوى قداسة الله في العهد الجديد عهد النعمة أقل من مستوى قداسة الله في العهد الأديم الإجابة لا فالعهد الأديم اللي قال فيه في السفر اللويين كونوا قدسين لأني أنا قدوس في نفس الآية تختبى السبطرس الأولى واحد خمستاشر يمكن أو عدد ستاشر كونوا قدسين لأني أنا قدوس فقداسة الله في العهد الأديم هي قداسة الله في العهد الجديد وبدون القداسة لا يستطيع أحد أن يرى موسيقى